التصميم المعجزة لدماغ نقار الخشب يعد طائر نقار الخشب من أشهر فصائل الطيور ويتميز بمجموعة من الخصائص الغريبة التي تميزه عن غير من الطيور فعلى سبيل المثال يتمتع نقار الخشب بعضلات رقبة قوية جدا تعمل على تأمين ضربات إقعية قوية للمنقار وجنجمة سميكة ولكنها تتمتع بمرونة من خلال أربطة دقيقة متعمدة ونسيك سميك بين المنقار والجنجمة يعمل كمخمد للصدمات وهذا النسيك غير موجود عند بقية التيور طبعا عندما يقوم نقار الخشب الأخضر بحفر عشه فإن سرعة عمله تصل إلى 100 كم في الساعة أما الزمن الفاصل بين النقر والأخرى فهو أقل من واحد على ألف من الثانية عندما يبدأ الطائر في النقر ينتظم الرأس والمنقار في خط مستقيم تماما فأي انحرار بسيط سيؤدي إلى تمزق في الدماغ إن الصدمة التي تنتج عن هذه الترقات المتتالية لا تختلف عن تلك التي تسببها درب الرأس في حائط أسمنتي إلا أن التصميم المعجز لدماغ نقار الخشب يجنبه التعرض لأي نوع من الإصابة لماذا لا يصاب نقار الخشب بارتجاجك في المخ؟ يملك نقار الخشب من السمات الطبيعية التي تجعله حصينا دون الإصابة بألام الرأس والدوار إذا استطيع التركب منقار المدبب داخل جزوع الأشجار بسرعة تصل إلى 20 ضربة في الثانية الواحدة قد يحصل على بيض الحشرات لتكون مصدر غزائيا سمينا بعد العديد من الدراسات التي تستارك إعدادها بدأ سنوات من كبال فريق سي بي سري ام بجامعة كاليفورنيا ساندي بي جو أسهبت جوانا مكتريك أستاذة الهندسة الميكينيكية في سرد الإمكانيات الجسدية التي تهيئ نقار الخشب لتجنب الإصابة بأمراض الدماغ الرضية حيث تم ذلك من خلال تقليل أثار الصدمات المتكرر على منطقتها الرأس والرقبة فترتد الرأس بمرونة لتعود إلى نقطة الانطلاق نشرت تلك التفسيرات بموقع زي كونزيرفيشان بتاريخ الأول من فبراير وفيها تفسير مكتريك بأن الطبقة السائلة المحيطة بالتركيب الهولية من المخ تبلغ من السمك القليل فقط وبالتالي فإن ذلك يساعد على تقليل تأرجح المخ داخل التجويف العظمي مقارنة بنمازج أخرى منها الدجاجة المنزلية كما أن ترتيب الطبقات العظمية في جنجمة الطائر والمكونة من لوب داخلي قوي وغلاف خارجي أكثر خفة مما يسمح لها بإظهار سيمات صلبة لكن ذلك ليس السبب الأوحد فالوصول لأعلى مرضود يعمل اللسان الذي يبلغ طوله ثلاثة أضعاف طول المنقار ويرتكز في منطقة ما بين العينين على امتصاص الزبزبات المرتدة داخل الرأس كما أن عظام لسان نقال الخشب والقابع فيه قاعدته يساعد على أداء ذات المهام مطارك صلبة وليس تحوز أمان جماجم نقال الخشب غير مصممة لامتصاص الصدمات ينقب نقال الخشب بمنقر الأشجار مرار متقرارا دون للحقه أي أزى فهلو هناك ألية مدمجة في جماجمهم تقيهم من أثار هذا التصادم المتكرب للأشجار يقضي نقال الخشب جل يومه منقبا في جزوع الأشجار مستخدما منقره لإحداث ثقوب يستخرج منها من الحشرات ليسد جوعه ولطالما تسأل علماء كيف يمكن لنقال الخشب أن يضرب لحاء وجزوع الأشجار بمنقره بهذا الشكل المتكرر دون أن يرحج أدمغتهم أي ضير أو ضرر وقد أدى هذا إلى الاعتقاد بأن جماجم نقال الخشب تحاكي في تصرفها خوزات الرأس المصممة لتحمل وامتصاص الصدمات وللطاق الدماغ من الارتجاج غير أن دراسة حديثة نشرت في دورية كارانت بيولوجي أشارت إلى أن رأسه ومنقار نقال الخشب لا يعملان كخوزة منتصة للصدمات بل إنهم على النقيد يتصرفان كمتركة صلبة تمنح الطائر آداء نقر مثالي وللتحقق من هذا الأمر قام الباحثون بتتبع فيديو عاية السرعة لخص ثلاثة أنواع من نقال الخشب وركز الباحثون على تتبع حركة أجزاء مختلفة من الرأس في الوقت الذي كانت تضرب فيه منقير الطيور جزوع الأشكار فلو أن هناك كمتصاصة للصدمة فإن ذلك سيؤدي إلى تباطئ حركة الجمجمة بمقرنة بحركتها عند الارتطام بالخشب غير أن الأمر لم يكن كذلك إذا ظهرت حسابات العلماء أن الرأس كان يعمل كمتركة صلبة غير ممتصة لوقع الصدمة عن ارتطام جمجمة الطائر بالشجرة ولكن العمل كمتارك صلبة غير ممتصة للصدمات يدفعنا الاعتقاد بأن أدمغة نقال الخشب قد تتعرض للخطر جراء الارتطام مراراً وتكراراً بالشجر واكتشف العلماء أن الأمر ليس كذلك فعالرغم أن الصدمة الناجمة عن كل نقرة تزيد عن الحد الذي يحدث الارتجاج في الكردة والبشر فإن أدمغة نقال الخشب الصغيرة يمكنها تحمل هذه الصدمات ترجمة نانسي قنقر